ما شاء الله ايوه لا لا تمام يا هلا يا هلا بالاحباب يا هلا والله يا شباب طيب يعني خلي ممكن نبدأ يعني نبدأ دلوقتي الحمد لله انا كله تمام انا انا زي ما انتم ملاحظين يعني ما فيش فيديو نزل للجمعة اللي فاتت لنظرة لحاجات كثيرة جدا 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 يعني اهمها مجموعة اليفنتات اللي احنا رحنا الفترة اللي فاتت كان فيه ايفنت تدكس فداية وفيه ايفنت طبع اوكي تمام في الاسكندرية ويفنت في تدكس برضو منارة الفاروق حد نقطنا بعشرين جنيه حبيبي والله تسلم يا زوء كان حمود مهدي يقول له الف شكر يا دود مش عارب ايه جاود ايه واحبود وهدي والله شكرا يا يوسف زهران ستظل يعني اول واحد يعني شارك بهذا السوبر سانكس او سوبر شات او مش عارب اسمه ايه فاشكرك يا صديق والله يعني فالحاجات دي كلها لغبطة الدنيا عندي انا كنت موقف في اليفنتات دي الفترة طويلة عشان اركز في الكونتينت كريشن وسبحانا لكن سبحان الله الناس كانوا بيكلموني في وقت بكون في اوكي لاتس دويت والواحد بيرجع بقى يعاني من تأثير الحاجات دي لان بصراحة اليفنت بيبقى رائع جدا وممتاز وبنقابل كتير جدا من حضراتكم ولكن المشكلة بتبقى بعد اليفنت بقى صهايب يعان هارب يد. استاذ صهايب دي سوقي نقطني شكها صحي صاحب قاعد معي هنا هشي هبدأ دوم لك بعد الالتالي ما هتيجي تعال تعال طالع معنا برجلك خد بالك فالحاجات دي انا بصراحة اكتشفت ان انا بعد اليفنتات بحتاج فترة كده ان انا ملش اي حاجة قاعد كده بريد شارج عمل بالزبط زي التلفون لما يفصل شحن فبحتاج ان انا اا قعد فترة كده فعلا ما بقدرش اعمل حاجة بقدرش انتك حاجة يعني اا العزلة يمكن بتساعدني كتير جدا ان انا اكتسب مومنتم او اكتسب زي ما تقول قوة عزم ذاتي كده بانطلق فعلا ولكن اليفنتات والتجمعات فعلا بتشفط الطاقة عندي فان شاء الله هنرجع تاني بقى يعني يكون في تركيز اكتر وبالفعل كان فيه فيديو المفروض ينزل بس دكتور ديابلو شكرا جزيلا والله على الياس ما هي ايه اول شكرا جزيلا على الاسواد على الدعم ياس على الدعم صفور شكرا 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 محتاجين نطلع علينا ايه برضو نعمدين حاجة حاجة سبيشال كده لينا يعني براندينج بقى تمام شكرا 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 و عمران احمد شكرا جزيلا لك اخي كنت بقول ان اه التجمعات والحاجات دي بتشفط الواحد او بتستهلك الواحد والواحد بينتج اكتر في العزلة يعني ان انا قاعد ساكت كده بعيدة عن الناس وده اكتشفته على مدار السنوات ولكن في الفترة الاخيرة اتغشمت شوي مش عايز اقول اتغبيت بصراحة ان الواحد فعلا بيستمتع بان هو بيقابل الناس على الارض الواقع بخلاف بخلاف الكاميرات او الفيديو يعني تفرج على المؤسس عثمان يا بزيد لا يعني بصراحة حسيت ان هو مش بنفسه كوت ارتغل يعني ماكملش ارتغل اصلا الاخر حسيت ان موضوع بدأ اذا في مط بس هو مسلسل كويس يعني فاش شاهد يا سيدي ان انا بعد كده عشان اروح اي افنت هحتاجي ان انا كون محضر كنت انت يغطي فترة طويلة قدامها لما ريت شورج تاني الانسان برضو بيبقى ليه طاقة بيقى ليه قدر معين من الطاقة ما بيقدرش يخليها لطول يدوس 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 واللي بيعمل كده بيمكن بيئز نفسه بعدين لان تسمعوا كتير عن البرناوت قناة الخلاصة ربنا يحبك اخي مش عارف ليه بس شكرا فالشيء بالشيء يوذكر يعني بتلاقي ان في ناس بيحصل لها بيرناوت لانه بيتاني دايز 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 وما بياخدش بالو ان هو محتاج يعني اهدى شوية يعني بالراحة خد نفسك وللاسف شديد يوتيوب برضو مشكلته مؤخرا ان هو لو انت انقطعت شوية عن الشانل فبعد كده زي بتقول ما بيديش للشانل بتاعتك فرصة ان هي توصل الفيديو بتاعك للمشتركين اللي عاملين سبسكرايب اصلا الالجوريثم كل شوية بتتغير ايوب شكرا يا ايوب اشكرك حبيبي وحتى اه والله بطلعناش مع الميمبرز بقالنا كتير عن الانيمي على مدار ست سنوات دروس اونلاين اخيرا حضرت لايف نور يا بزير انتمنى نشوفك بخير وابعد سلامي لعبدالله العلاوي حبيبي الله يسلمك يا اخي والله تسلم تسلم شكرا يا ايوب حبيبي والله حتى الميمبرز بتوعنا على اليوتيوب المفروب بيبقى فيه لايف اسبوعي برايفت كده معهم مطلعتش برضو لان الموضوع فعلا استهلك الواحد يعني فالشيء مشو يذكر عزرون يا جماعة لو الواحد لسه مشتت لسه مخدتش على لايف بتاع يوتيوب بصراحة لسه I'm discovering everything محمود شعبان شكرا يا استاذ محمود شكرا يا صاحبي على الدعم والله شكرك يا صديقي زي ما بقول ان الانسان لما بيخليه محافظ او مش محافظ بصراحة خليه دايس على نفسه بيحصل له بيرناوت وبالتالي بيبطل على ما يبرط شوية كده وبعدين يرجع تاني فعلى ما بيرجع بيلاقي ان يوتيوب زي ما تقول نسي قناته كده محتاج شوية وقت على ما يفتكره تمين يا ابني حصل مع ناس كتيرة اللي مسلا بيتجوز ما يكونش عامل حسابه فيديوهات بتغطي فترة معينة فبتلاقي ان هو تمام ما بيجي يرجع بقى بيلاقي ان الدنيا لسه ايه محتاج يبدأ من اول وجديد تاني وبياخد شوية وقت انا الحمد لله فترة طويلة اه حافظت على فيديو اسبوعي وهو ده القدر بصراحة اللي اقدر يعني اكمل فيه من غير ما يحصل بيرناوت ده بالنسبة لي يعني طلع شوية كمان موضوعة الشورت كونتنت ويوتيوب ويوتيوب شورتز وعملنا يوتيوب شورتز اه تشانل وبعدين في قناة الفلوكز برضو فانت عارف لما الواحد بقى بيبدأ يريح شوية بتلاقي ان الحاجات دي كلها ايه بدأت تتراقم عليه يعني اه فان شاء الله الفيديو هينزل بكرة بإذن الله هو عن الاي اي 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 ارتفاشل انتليجنس اه تشات جي بي تي والحاجات دي كلها وبإذن الله يكون فيديو مفيد لان الموضوع ده فعلا عامل طفرة كبيرة يعني اه السري الدين حبيبي حبيبي يا سري الدين يا بابا الله يبارك لك حبيبي يا ايوب والله يوصل يا غالي لغريب الشيخ واحمد شهين وصهايب ايوب بيسلم عليك يا صهايب فايوب على فكرة من الناس الجميلة جدا يعني الشخصيات الرائعة للواحد قبلهم والله ربنا يجوزك ايوب المفروض دي الدعوة المفروض ايه ادعوها لكل الناس والله انا عارف ان الموضوع دلوقتي مش مباشر خالص بس يظل يا جماعة الجواز والله يعني ضرورة 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 يسعوا يسعوا ولما تحبوا تدعو لحد دعوة كويسة يدعو له ان ربنا يتجوز يعني فخلينا يعني ايه لو حد عنده سؤال ولا حاجة فاحنا معكم على مدار على مدار ايه يا صهايب يا رجل على مدار ساعة من الان ان شاء الله نخلص على الساعة العشرة وباذن الله يعني لو في حد عند اي تساؤل او اي سؤال او اي حاجة عشان انا بصراحة مش عايف اقول ايه I don't know what to say يا التالي قبل قيدت لا تنزل بسرع عليه اه ماشي ايه اللي لقيته في اليوتيوب خلاك تسيب الهندسة سؤال حلو سؤال حلو من ندع عادل الحقيقة فرق شاسع جدا ما بين شغلين انت كمهندس مدني وما بين فيديو انا بعمله على يوتيوب شتان ما بين الاتنين الفيديو بابقى مبسوط انا بعمله التعليقات الاولية او الانشيال كومنتز اللي بتيجي عليه بتفكرت بتفرح الواحد اوي اوي زمان وما زالت بتفرح الواحد بس برضو الموضوع في تركها لان نيجت في كومنس برضو بتوصل للواحد وكده بس تقدر تقول ان في الانبوت كل ما بتزود في الانبوت وكل ما بتفزر مجهود في الحاجة المفروض ده كان زمان يعني كل ما بتلاقي العائد بتاعها كل ما بتلاقي ان الموضوع احسن من كل النواحي الصراحة يعني في الشغل لا الشغل الموضوع صعب اوي في الفيديو انت عندك مساحة ابداعية في الشغل مفيش الكلام ده في الفيديو انت بتشتغل وانت يعني الشغل بيشحنك اه على يوتيوب يعني في الهندسة الشغل الشغل بيستهلكك في الفيديو انت مع نفسك في البداية يعني اه في الهندسة لا انت في حد فوقك بيقول لك يعمل كزا ومتعملش كزا وعمل لي كزا فبتلاقي ان في لا فروقات شاسعة جدا ما بين اه يوتيوب وما بين اه الهندسة طبعا اللي خلانا اعتمد علي يوتيوب هو ان المدخول اللي جالي منه خلاص اقدر اعتمد عليه وقدر اتفرغ ايه ده لا 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 شوفته ممدوح نصر الله يا ولادي شوفته الموجود يا جماع ده اول لايف من ايام ما كان الدولار بتلاتة جنيين حبيبي حبيبي يا دك والله وحشنا يا رجل لماذا لا تأتي لماذا؟ ننور يا دكتور حبيبي والله يا بشا لا يكرمك والله تانكيو فور يور سابورت مان اقول ما دكتور قال والله يعني من ايه؟ من زيت التروس عارف؟ لا ده لسه مخلص ماتش جامد لفربول ومشيست رواية كان فيه ماتش معرفش وبداخل الله يبعرضوه معرفش والله تعارف بقى أما مدوح يا خوية انى انا اه؟ ما بتابعش الماتشات والحاجات دي الحمدلله الزيت عفانا يعني فا App تمام والله يعني مجيك عندنا يشرفنا يا بشا calls الحاول حسيت انهو انور حسيت انهو انور فتمنى انا اكون قدرت اتوصل لفكرة ان اليوتيوب مختلف تماما عن الوظيفة يعني يمكن دكتور ممدوح نصر الله هتحدث قبل كده عن عن تجربته كشغله آآ في الصيدلة وتفرغه لصناعة المحتوى ونقدقين شتان ما بين الاتنين صراحة يعني في حاجة بتستهلكك وفي حاجة بتشحنك ده يمكن الفرق ما بين الاتنين وياريت الحاجة اللي بتستهلكك بيبقى في عائد آآ مجزي عليها يعني في احيانا بتبقى في آآ تريد كده او معاملة او ديل او اتفاق انا موافقة آآ استهلكني استهلك بس يعطيني ايه مقابل ده ده للأسف الشديد مش بيكون متحقق دايما في الشغلات التقليدية زي زي شغلانتي كده والشغلات اللي هي المعروفة يعني في حين ان الحاجات اللي بتشتغل فيها لوحدك لأ الموضوع بيبقى جدا يعني مش على المستوى المادي فقط ولكن على المستوى النفسي برضو ان انت آآ بتستشعر يعني بالقيمة يعني بتحس انك بتضيف حاجة حقيقة في شغلانتي لأ ما كنتش بحس ان بضيف حاجة بتحس ان اي حد يقدر يقوم بهذه الشغلان يعني فكلام كتير قوي عن الموضوع ده بس سؤال جميل يا استاذنا ده شكرا عليه ما هدفك يا ابو زيد احمد طالح يا ابو احمد يعني السؤال ده كبير قوي يعني السؤال ده محتاج لبودكاست نوعبها نتكلم فيه فبس هدف حلو ان شاء الله يعني ممكن باختصار هذا في ان انا اللي انا اعرفه او اللي انا تعلمته او اللي انا وصلتله اعرف اوصله للناس بشكل كويس مستصاغ يمكن اكون حلقة وصل ما بين حاجة فوق فالاي اي حد اعرف اشده واطلعه الفوق اعمل كده اعتبرني ترامبولين مثلا حاجة زي كده ممكن فيديو عن فقدان الشغف في المذاكرة وازاي نتخطى الفترة دي بصها محمد يمكن مشكلتنا في الغالب مع المذاكرة هي نظرتنا لها في الاساس احنا ليه بنذاكر اصلا حتى يعني في في ايفنت رايحوا في كلتها ندسة جامعة طنطة ان شاء الله يعني اخر ايفنت هروحوا السنادي اه فكان في ذهني فكرة هو احنا ليه بندرس الحاجات اللي احنا بندرسها مع العلم انها ممكن ما يكونش لها اي استخدام في الواقع اه شكرا صديقي هايبر اشكرك يا صاحبي على هذا الدعم الجميل how to enjoy things that aren't enjoyable such as color grading اوكي very very relevant للحاجة اللي احنا بنقولها اه هجاوب عليك بس color grading you don't enjoy color grading i enjoy color grading man اه اه رجوعا للنقطة اللي احنا كنا بنتكلم فيها ان احنا احيانا ما بيكونش الغاية من الموضوع هو الشيء الظاهر ولكن شيء اخر يعني انا اكتشافتوا مثلا ان احنا المواد اللي مندرسها في هندسة هي تقدر تعتبيلها mental workout ان هي بتقوي عضلاتك الذهنية بحيس ان انت ما تطلع بعد كده زي الراجل اللي بيشيل اثقال في الجم بالظبط هو بيشيل الاثقال بلا غاية الواقع الاثقال ديت لا تنقل لاي مكان لا نستفيد من رفعها وانزالها ولكن هو فيما بعد بيبني العضلات القوية اللي ممكن يستخدمها فيما بعد اه في حاجات تانية كتير كويس فكذلك المذاكرة اه ما تنظرش اليها ان هي حاجة بلا هدف او بلا غاية لا هي هي حاجة صعبة لازم تمر بيها علشان غاية اكبر هتوصلها فيما بعد ان شاء الله تمام ولو انت حسس بالبرناوت فاخد بريك يعني انا برجح جدا الناس تاخد بريكس لو انت معلم حسس ان انت مش تمام ايه المشكلة انك تستريح يعني يا عمو احنا راح ين مشوار طويل بالعربية حينا بنريح كده في بنزينة ناخد فنجان قهوة نماشي رجليلة نفرد ظهرنا اعمل كده اتعامل مع الحياة عماتا بهذا المنطلق منفعش انك تخليك ماشى على طول منفعش انك تخليك قيمة واولوية الحاجة دي في حياتك يعني لو الحاجة ديت يعني على سبيل المثال ما ظنش ان اولياء امورنا او ابهاتنا كانوا بيستمتعهم وما بيصحوا الصبح بدروا رايحين شغلاناتهم او وظائفهم يعني ولكن كانوا بيروحوا رغم كده لانه مسؤول عن هذا يعني الموضوع ما فيهوش رفاهية الاختيار في حاجات في حياتنا كتير كده لما تكون مسؤول من حاجة ففكرة ان انت او مش ده بيبقى العامل تماما يعني كنت لسه بقول للناس يعني انت بتعمل المفروض يتعمل بغض النظر هو حلو او وحش تمام ولكن لو فيه حاجة جزء من شغلك فحاول حاول تلاقي حاجة حبيبك فيها يعني زي بالظبط الدواء بتاع الاطفال كده اللي هو ايه هو دواء مر فبيعملوله بطعم الجوافة او بيعملوله بطعم المانجة علشان يتبلع واخد باس ومش حلو فتراي تو ميكس it with something you love يعني حاول تخلي الكالر جريدينج يعني تعمله ميكس كده مع حاجة انت بتحبها فيقلل من المرارة بتاعته شوي بس لو هو جزء من شغلك بس انا يعني امظنش ان فيه حد بيدرس الكالر جريدينج يعني انا اظن ان هو انت بتعمله كحاجة من الكونتينت كرييشن مثلا او من الوظيفة فلا يونيت انت محتاج انك تلاقي طريقة تخليك مش على القل يعني تستمتع بيه ولكن تتقبله تمام هلأ قدر اقول محتوى حضرتك تطوير ذات ولا حضرتك تصنفه ايه حلو حلو السؤال ده عمر هو الحقيقة انا نظريتي للمحتوى عمتا هي دروس اونلاين هي مظلة كبيرة بيبقى تحتها حاجات كتير قوي حاجات انا تعلمتها وفرقت معي في مراحل حياة المختلفة في مرحلة الانجليزي كان هو مركز حياتي وكت حابة اوري الناس الانجليزي مش صعب فبالتالي عملنا الفيديوهات بتاع الانجليزي في مرحلة في حياتي كان المنتاج فعملت تعليم الناس المنتاج وشايف ان هو مهارك قوي جدا بعدها المذاكرة المذاكرة الناس كتير عندها مشاكل في المذاكرة فبدأت اشارك مع الناس تجربة الشخصية وازاي كنت بذاكر بعد كده الشغل ان انا محتاج انظم شغل ومحتاج اكون ومحتاج استخدم تولز فبدأت ان انا اشارك مع الناس ده بعدها استخدمت نوشن اكتشافت نوشن فبدأت ان انا شارك مع الناس ده وعملت الكورس وهكذا ده وليك يعني تقدر تقول ان هي عايزت تصف ان هو محتول تطور الزيت اه فده ده ده فعلا وصف آآ ينطبق على الموضوع لانه كل الحاجات دي بتدور في آآ فلك تطور الزيت ان انت بتتعلم حاجات بتستفيد من حاجات بتحسن من انتجيتك كل الحاجات ديت آآ فعلا بتدور في هذا الفلك يعني ده بتاع بتاع سهاي سهاي استخدم البومدورو تكنيك عمله كم ديئة صغير تلاتين ديئة اوكي لو محمد ابراهيم لما حكة هيزعل منك اوي محمد ابراهيم بيقول خمس عشرين او تلاتين ديئة مش كافين ان انسان ينغمس آآ زهنيا في الحاجة اللي هو بيعملها يعني اوكي حلو انا انا قفلت الفيسبوك وحس باعراضي انسحاب مش عارفة اخد بريك من غيره اعمل ايه بالله عليك آآ جميل يا شروق آآ بصي المشاكل دي بتتعازم قوي لما الانسان يكون قاعد في مكان مغلق سواء في البيت او في المكتب او في قط الانتري او عرقنا او ايان كان كلما الانسان بيطلع يتعرض للطبيعة او بيطلع يمشي بره بينسى خالص الحاجات دي حتى لو ما عاف جيبه يعني انا او الراجل اللي اعجي الجنبي ده طدعنا قبل المغرب كده نتماشى شوية محدش فينا طلع التلفون بتاعه وشاف حاجة صحة صوي هو مش سامعني يمكن عشان سامعني ما يستمع فما حدش كان مهتم احنا كنا مغمسين في الاستمتاع بالخضر اللي حوالينا بالكلام اللي احنا بنتكلمه فالتكس تايم بس كعلاج سريع للموضوع اطلعي بره تقعدش جوه كتير لان الانسان طول ما هو جوه مبنى او جوه اوضة الحاجات دي بتزن عليه قوي بحس انه تريجر ان هو يطلع التلفون ويسكرول بس والله ان شاء الله فترة وتعد يعني وحاولت تملي الفراغ ده بحاجة يعني ومفيش حاجة بصراحة افضل من الاراية لسه كنت تفكر ان الاراية كمان شوية هتصبح عملة نادرة وعملة غالية جدا لان الموضوع بقى اصبح صعب يعني موضوع اصبح صعب ان حد يركز فكون ان حد قادر يركز ويخلص كتاب انت جامد والله انت جامد وهتفرق ان شاء الله فيما بعد الحياة في الريف وصعوبة العمل اونلاين في الريف والفرص المتاحة من قرية جنب المحلة جنبنا هنا وبعاني ونفسا تقل القاهرة وكما الناس هنا ما بقوش زي زمان الخصوصية ما بقوش زي زمان كل حاجة زي زمان من حيث الخصوصية يعني الحسد والحقد بقى جامد لان كله عارفك بص يا استاذة فاطمة طبعا الحل الافضل والاسرع هو انك تنقل القاهرة فعلا يعني لو ده اوبشن قدامك لكن انا بالنسبة لي يعني بحاول اتعايش مع الامور دي هنا قدر الامكان في مشاكل كتيرة جدا بس في حلول برضو اي نعم مش افضل حاجة بس بشغال يعني مثلا الانترنت الانترنت سايق جدا فانا اشتريت اللي هو الهوم فور جي ده عشان يعني سريع وينجزني في الشغل وكده اي نعم اغلى بس ده هو ده يعني النسان احيانا لازم يدفع تامن قصاد الحاجة يعني موضوع بيعتمد انت مخصص وقت قد ايه يوميا او اسبوعيا للموضوع ده فى yes you can man 6 months is a very good 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 period of time مستخدم شتات جي بي تي بشغالك? آه يا معلم يا معلم ده ان شاء الله الفيديو اللي جاء نازل بكرة هو عن تجربتي مع شتات جي بي تي انا عمّل اتجرب الحاجات دي بقى لي 6 شهور لا اربع شهور عفوا وحتى الان اقدر اقولك ان الموضوع فارق جدا جدا بيوفر وقت ومجهود في الريسيرش وبيوفر على واحد حاجات كتير قوي استخدم ميت جيرني مسلا في كل السلايدز بتاعة اليفينتات اللي انا رحطاها كلها الفترة اللي فاتت رائع ممتاز فبيفرق جدا كافية التوفيق بين الشغل الصيدلة والصيدلية والكلية مع العلم في تأثير في الكلية ومش لاقي وقت اروح البيت غير يومين في الاسبوع بص يا محمود يعني هو انا طبعا بحييك ان انت شغال وانت في الكلية بس عرف شغال في صيدلية وانت بدرس في صيدلة ولا شغال في صيدلية ولا بتدرس في حاجة تانية وهل فعلا شهادة من الكلية هتشتغل بها فيما بعد ولا يعني عارف في معلومات كتيرة جدا بس عارف عايزين متكاست مع دكتور محمد ايمن ان شاء الله باذن الله ابني شاطر في النت وبدأ اشتغل تداول اه التداول نصحتك لابني وبص يا سيلة الفاضلة يعني انا بصراحة موضوع تداول ده انا محبوش خالص خالص اه لسبب بسيط وهو ان هو انكسب فيكون بتمن غالي جدا هو على حساب اعصاب الشخص يعني يعني اعصابه وصحته النفسية وتركيزه لا 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 خالص انا ما بحبوش تماما نهائيا يعني الشخص الوحيد اللي قابلته بشكل شخص يعني كان صديق لصديق وكان شغال في موضوع التداول ده كان شاب عنده 24 26 سنة على ما اظن شعره كله بيض مش عارف ينام ساعتين على بعضهم مقسم بالله يعني بينام ساعتين ويقوم يشوف ايه اللي حصل ده طلع ده نزل فالموضوع مش سهل خالص ومش مجزي بالنسبة لي على الاقل يعني ان التمن اللي انت بتدفعه لا يعني انت ممكن في نازلة كده ينزل معها ضغطك ولا ينزل معها ايه فتروح فيها فانا ارجح ان هو يتعلم مهارة صلد مهارة يقدر يستخدمها فيما بعده يستفيد منها افضل بكتير من موضوع التداول ده ما قابلتش حد بصراحة ايه ده استنى كده ايه ده عمينا عمر ينهر بياد عمر عبر حين بيسلم عليك يا صاحبي مش هتيجي يا عمر بقى هنصور بودكاست اقول لك يا اركب وتعالي اركب وتعالي نسجل البودكاست وصهاي بينهم في بودكاست ورائب ان شاء الله مع عمر وهنتخانق بقى هنوضوع الاكسينت وش الاكسينت والكلام ده ده بتحب الخنايات قوي يعني لا يستقيم ان احنا نكون مختلفين في القراءة ده هنتخانق شكنا صديق والله على هزا الصبورت الجامد اه زا بيجي استصبورتر صفر اوكي لسه بتنزل لسه بتنزل الجيم فيش حاجة لسه حاجة لسه ايه البيتكوين شيء لا يمكن تخسر فيه قيمته تزيد الى مالة نهاية يعني لا ما ما ازنش يعني موضوع البيتكوين ده برضو فيه كلام كتير جدا 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 لو المفروض تتعامل بيه كعملة لتداول القيمة ولكن هو دلوقتي اصبح الناس تتعامل معاك انه مؤسط او اصل اه وما حدش عارف هو بيغلى وبيرخص على اي اساس فلا فيه 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 كلام كتير اوي في الموضوع يعني اه شكرا جزيلا مستر عبد المؤمن حسن حسن شكرا جزيلا صاحبي على هزا الصبورت الجميل اه البيتكوين لا البيتكوين فيها كلام كتير جدا يعني كنت اصلا يعني اخدت كورس وطاركتها فيديوها كتيرة جدا في الموضوع دهوت عشان كنت اعمل فيديو عن الموضوع بس مش عاف يعني انشغلت يعني بس اه لو هقول للحد لو انت خلاص يعني قررت انك تستثمر في البورصة انا بصراحة ما 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 استثمرتش في البورصة قبل كده عشان اقدر فيدك في الموضوع ده ولكن فيما يبدو ان استثمارك في بورصة قوية زي البورصة الامريكية مثلا هو احد اه الطرق الممتازة في استثمارك لفلوسك يعني شكرا استاذ هايبر على دعمك والله تمام اه الاستثمار في البورصة اه يعني افضل بكتير من الاستثمار في البيتكوين اظن ان هو يعني اأمن شوية من البيتكوين انت ممكن النهاردة يعني بتدفع الف دولار بكرة يبقوا خمسين الف دولار بعده يبقوا خمسين دولار فما حدس يعرف ايه اللي بيطلع اللي بيطلع السعر ويلي بنزله وبعدين في حاجات في الصين بيتحكموا في السعر ويطلعوه وينزلهو في حاجات كثير قوي يعني الموضوع كان بادئ كحاجة ولكن الاسف الشديد تحوى الحاجات تانية خالصة كريم اخويا حبيبي. يا كريمي. حسيت ان في مشاكل ما بينك وما بين مين? مين? مش الاطار الله. ربنا يجيب مشاكل يا عم. ربنا ما يجيب مشاكل والله. ايه ده? حسيت ان في مشاكل ما بينك وبين عمرو شريف في الفلوجات هل في حاجة فعلا خالص خالص يا راجل ده الراجل عزمنا واكلنا وكهربنا والقهرب بدلنا. لا يا عمرو شريف صديقي وحبيبي اه. اه عمرو شريف حبيبي. لا لا خالص. بص يا صاحبي. اه خالي اقولك ان انا وجهة نظري في محتوى الاكل لا يغيرها ان عمرو صديقي. اواخد بالك? يعني وجهة انا لن اغير وجهة نظري في محتوى الاكل مثلا اللي هو الناس يعني يمكن عمر بيعمل ريفيو للحاجات بشكل ظريف. بيدي لك سكور عقلية المهندس في في العامة يعني. فانا بحب ده. بحب فعلا حد يقيم لي حاجة وبتاع. اه بس عامة موضوع الاكل خاد خاد منحنى صعب جدا يعني يعني اللي هو الموضوع وصل لمرحلة صعبة جدا. موضوع التحديات موضوع مش عارف ايه. فحاسس ان الاسبوتلايت على موضوع الاكل ده بقى تومطش يعني. فاحيانا الناس بتاخد الكلام ده وتوقعوا لحالة عمر لأ عمر عمر الشريف صحبي وحبيبي وكفاءة. فيش ايه مشكل ما بينه وبين عمر الشريف. يا بس يمكن ايه? اه اللغة ده وصل بسبب وجهة نظري في محتوى الاكل اللي هو تحديات الاكل والكلام ده كله يعني. علاو ان شاء الله يا باشا هيجي مصر باذن الله وهنعمل معه بودكاست. باذن الله يعني فما تلقى اش عبدالله العلاو من الناس الجميلة. شكرا يا شاكر محمد. الواحد ايه يوصل امتى ابو زيب قالي سنتين في يوتيوب. اه. حاول تستمتع بالرحلة. يعني ما تحاولش انك ماسك الساعة. هه. وعد ده وقت ايه وانا وصلت الاد ايه والكلام ده كله. حاول تستمتع بالرحلة. حاول يتخلي مصدر الرضا بالنسبة لك. او يعني الاحساس والشعور بالانك عملت حاجة هو انك عملت وفيديو. ولو تفش تفرج على الفيديو ده الف الفين تلات تلاف. ده رقم مش شوية. مش قليل. انا عارف في عصر الملايين وفي عصر المحتوى القصير اللي ممكن يوصل لعشرات الملايين. الانسان بيستصغر هذه الاشياء. لكن صدقنا يا صاحبي لو قفت قدام الف واحد هتتخض. الف مش رقم صغير خالص. خالص خالص يعني. فاتمنى ان انك توصل لهذا المعنى يعني في اسرع وقت لان الانسان طول ما هو بينتظر الوصول بيتعب. انت المفروض تعمل الحاجة عشان انت بتحبها وبتستمتع بها قبل اي حاجة. برنامج تو دو لست يكون بسيط ويكون على الكمبيوتر والاندرويد في نفس الوقت. اه في اه بتاع مايكروسوفت. مايكروسوفت رائع جدا. وفور فري. انا باستخدم تيك تيك. بس تيك تيك برضو فور فري الحاجات معينة. ولو احبب بيبقى بفلوس. في تو دو است برضو مستخدمتوش بس هو مشهور جدا. اه ولكن مايكروسوفت دو is more than enough يعني البيزيكس. اه لا ممتاز. وبلاش. اه هل و هل وظيفة وظيفة الامن السيبراني مهمة جدا. احنا عندنا قصور وعندنا عجزة في موضوع الامن السيبراني. فلو حد فعلا بدأ يتعلم الموضوع ده هيفرق معه جدا 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 ان شاء الله. ده دي من احد المجالات اللي فعلا فعلا اه عندنا عجزة فيها. مش عندنا ناس كتيرة شغالين في في الامن السيبراني او السيبر سيكوريتي. وبصراحة الحس الامني عندنا في الضياعة. يعني حتى لو حد لما بيروح البنك. حينا بيبقى الموظف قدامه بشوف هو بيكتب الباسورد بتاعت الاكانت بتاعه. الكمبيوتر بتاع البنك اه فعلا الكيسة الاي او او الامبوتس والاوتبوتس اه قدامي فلو جبت رابر دكي او لو جبت يو اس بيم اللي هو كيلوجر او كان كان ودخلته في البتاع. فبصراحة ما عندناش بربع جنيه وعي سيبراني خالص يعني. هل بمدور مفيد الانتاجية? ياس. مفيد جدا الانتاجية. خاصة في هذا العصر. يعني انا ما زلت مؤمن جدا بهذا الموضوع يعني. تمام? اه سؤال من هايبر. والله شكرا صاحبي على الدعم. هل بالنسبة لك وصلت الهدفة كلمات دي وما تحتاج تكابل الوزنس اكتر من كزا? ولا حاجة تكابل اكتر واكتر? بص يو كان نيفر اه جيت انف. عامة يعني الانسان اه كما يقال لا يملأ عين ابن ادم الا التراب. يعني احنا ترى اكتر حاجة بابده على على سطح البسيطة يعني. ولا يملأ عين ابن ادم الا التراب عامة يعني. ولكن الانسان بيحاول يوازن ما بين طموح المادي وما بين اه اشياء اخرى كتير يعني. فاحيانا الحياة او انك تقضي وقت مع عيلتك او مع اصدقائك بيكون للاولوية عن اه الاهداف المادية. وخاصة مصراحة يعني ان انا بميل الاهداف المادية بعيدة المدى او طويلة الامد. فده بيديني شوية هدوء يعني. واخد بالك. ولكن يعني زي ما قلت لك يعني ادي الواحد مليون دولار هيبعز اتنين. يدي له عشرة مليون دولار هيبعز عشرين. اخد بالك. بس انا اقدر اقول لك يس. اقدر استمتع بحياتي بدون الانشغال بالامور المادية اكتر يعني. بس يعني تمانا اكون ادار توصل وجهة نظر متزن يعني. هاو كان اي كنترول my words because it's a a very big problem and how to control anger and get rid of Nescafe. Nescafe يا راجل فيه في حد مدمن ع Nescafe؟ لأ يعني اصلا بقول لي مدمن مسلا على القهوة. نسكفي ده عب صراحة بعتمو روش اهوة. انا كنت باشربوا الموضوع بيحتاج ان الانسان يردد الكلام في ذهنه اولا قبل ما ينطقه ويوزن الامور يشوف هل ده هيأثر ازاي او هيفهم ازاي يحتاج شوية نضجه ويحتاج برضو الانسان ان هو يغلط كم مرة عشان يعرف ضرر الموضوع ده ازاي ولكن فيما بعد ما اظن الموضوع بيبقى اسهل مع الوقت يعني الاديكشة بتاع الانس كافيين او الكافيين عمتا ممكن الموضوع مش تدريجيا استخدمت الموضوع التدريج ده مع السكر والموضوع جاب نتائج رائعة يعني ان هو التقليل حبة حبة لحد ما وصل ان انا ما بشربش حاجة بسكر خالص ومستمتع بدا بل لو انا شربت حاجة بسكر الموضوع بيبقى صعب واخد بالك او اخد بالك استاذة هبة شكرا رالفرز على الدعم نصيحة الالتزام بالصلاة الجميل في هذه التطبيقات او هذه البرامج ان هو بيذكرك بالصلاة قبل 15 دقيقة بحيث انك تقوم تتوضى وتجهز لو المسجد بعيد وكمان وقت الاذان بيؤذن بصراحة رائع جدا بيذكرك الله او الاذان او يعني فكرة اجهز فاحيانا الانسان بيكون غافل بيكون غافل فبيقعز بس تذكير واحيانا التذكير ده بيقوي على نفسه اللي بتميل التكاسل وتميل التغافل او الغفل عن الصلاة فبصراحة دي من الحاجات اللي ساعدتني جدا وانك يعني يعني اظن المحاضرات او الدروس اللي بتوضح لك قدر الصلاة واهمية الصلاة ممكن ساعدك جدا في الموضوع ده والصحبة الصالحة طبعا اللي تاخدك للجامع واللي تسأل عليك لو غبت يعني كل الحاجات دي بتفريق جدا بس انا بصراحة من الحاجات الاساسية هو التطبيق بتاع اذا نوتيفاي ده صراحة رائع او اي تطبيق اخر شكرا كود كامب واللوجو بتاع فيه كود كامب شكرا شكرا على الدعم والله يا شباب مستر عبد المؤمن حسن احمد انا اشد المعجبين من الامارات فريطة انا عندي اهداف كتير وتعلم لغة الانجليزية نوشن البرمجة الاشتراك بنادي رياضي القراءة اتعلم التسويق وغيره وايد انا شغال على اللغة ونوشن بس بحس بذنب ليش حلو حلو قوي حلو قوي 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 هذا الكلام مش كده بتقابل معظم الناس اللي حابين ان هم يحسنهم من اه نفسهم او يتعلمهم حاجة جديدة او اه عنده اهتمامات كتيرة فجأة كده نفتح على العالم لان فيه حاجات كتيرة ومحتاج يتعلم محتاج تعلم انجليزي محتاج يتعلم نوشن محتاج يتعلم التنظيم محتاج يحسن محتاج يحفظ القرآن محتاج يقرأ كل يوم محتاج يروح الجم محتاج يتعلم برمجة اوكي المشكلة بتحصل فين لما هو بيشتغل في حاجة فيحس بالتقصير او بتقنيب بالضمير او بالذنب ان هو مقصف الحاجات الباقية تمام فدي مشهورة جدا 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 يعني السبيل الامثل للتعامل مع الحاجات ديت هو يعني احد السبل انك تخصص يوم لكل حاجة دي برضو من انك تخلي فيه ثيم لكل يوم يعني مثلا السابت انا هتعلم برمجة الاحد انا هشتغل على نوشن الاتنين اه حفظ القرآن الثلاثاء اه مش عارف بتعلم ايه من كورس ايه تمام دي احد الاساليب اه وبرضو ترتيب الاولويات في الحاجات اللي انت محتاج تتعلمها مهم يعني مثلا انا محتاج اتعلم انجليزي كاولوية علشان اقدر اتعلم من خلاله كورسات البرمجة اللي بتقدمها منصة كزا مثلا فخلص الانجليز يكون للاولوية لان الموضوع بيمشي يعني ستيب باي ستيب حاجة معتمدة على الحاجة كويس انا الاولوية بالنسبة للتوقت ان انا حياتي متبهدلة ومحتاجة نظامها الاول فممكن تتعلم نوشن مثلا وتتعلم او اساليب التنظيم الاول فدي يكون لها الاولوية في حياتك فبرضو شعور الذنب ده هو شعور كاذب لانك بالفعل انت بتعمل حاجة انت مش مش مجرد بتضيع وقت على الفاضي لا انت بتعمل حاجة حاول حاول يعني تتجاهل شعور الذنب ده عشان تعرف تركز اصلا في الحاجة اللي انت بتعملها لان مهما كان الحاجة اللي انت هتشتغل فيها فانت بكل تأكيد يعني معطل حاجات تانية فاختار يعني احسن اختيار الاولوية وركز فيها وغض الطرف تماما عن بقية الحاجات لحد ما ييجي وقتها تمام والموضوع ده على فكرة منتشر جدا يا شباب اللي هو فعلا في حد عنده حماس وعايز تعلم كل حاجة في نفس الوقت لا تعلمش ما تعملش كده خصص كل خصص يوم لكل حاجة او ابدأ بالاولويات ابدأ بالاولويات فوشيء جميل انت يكون عندك اهتمامات كتيرة وعايز تتعلم وعايز تعرف يعني فتمنى تكون ادرت اجاوب عليك يا استاذ عبد المؤمن اهلا بيك يا تيام كمنبر معنا اه اوكي جميل جدا والله يا شباب والله الناس طلعت حلو يعني بحيث انا بتتكلم مع اصحابي يعني اوكي اه حتى تصبح مثقفا يعني تحتاج الى وقت اه طبعا يعني كل تأكيد الوقت واثمن عملة انت بتملكها وبتستبدلها وصاد حاجات كثيرة فيه اللي بيرميها على الارض ويضيعها على السوشال ميديا شورتز ريلز اه تيك توكز بتاع وفيه اللي بيستبدلها ان هو بيتعلم حاجات فهو بيجي له عائد اكبر على الاستثمار اللي اللي حطه في البداية تمام ما الفرق ما الفرق اطار الفرق ايه الخطط انت ان هو تعمله في الوقت الحالي الوقت الحالي انا محتاج اصور فيديوهات كتيرة بفر اعمل بفر لقدام علشان ابدأ اشتغل على الكورسات اللي انا بعملها اوكي دي يعني ايه my secret plan سنتا secret anymore كيف نحب كراءة الكتب يا سلام فارس نار اوكي متابعك من السعودية هلا هلا والله شفت شفتني بالشماخ والعقل حب الله السعودية وكل الناس من السعودية بص يا صاحبي انا بدأ بدأت احب انا زي اي حد احبش القراحة احبكت انت انك قاعد كده لا يعني في حاجات امتع كتير من القراءة تقدر تعملها ولكن لما الواحد بيدوق لذة فوائد اللي بيتعلمه من خلال القراءة حياتك بتتشارب فعلا من افضل الحاجات اللي تفعل اللي ممكن تستثمر فيها وقتك هي انك تتعلم من خلال القراءة بالذات القراءة يا اخي تكسبك حاجات تكسبك اثلوك اسقطة في يدي بتقول اسلوب بقى يعني اللي انا بقرأ وبكتسب اسلوب فقولت اسلوب بتكسبك اسلوب كويس في الكلام لغويات بتوسع مدركك بتقوي ذهنك اه بتطول تركيزك فكل الحاجات ديت انت مش هتدقها في الاول انت هيبقى في شوية معاناة علم انك بس توصل للنقطة الحرجة اللي عندها هتبدأ تحصد اه ثمار الكتب اللي انت قرأتها والحاجات اللي انت تعلمتها ان اللي حواليك هيلحظوا انت غيروا شخصيتك وبالفعل القراءة هي تغيرك سواء ادركت او لم تدرك حرفيا يعني فحاول تندمج في اي نادي او في اي حاجة تدفعك للقراءة من اجمل الحاجات اللي عملتها بصراحة ان انا كنت بقرأ مع اصدقائي من خلال زوم ايام بتاع الله يعيد هديت ففعلا الكتب اللي احنا قرأناها سواء معلقة معايا اكتر لاني بشوف وجهة نظر اه مختلفة من كذا شخص يعني بيكون حافز قوي جدا لك انك تقرأ لانك هتطلع وتتكلم فحتى لو كسلت الموضوع بيكون حافز قويس لك جدا يعني اه موضوع القراءة موضوع مهم يعني لا امل ولا اكل عن الحديث اه في القراءة والله هل 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 هو شغل فوتوشوب ده جوزء من هل هل شغل فوتوشوب وعلانات اللي بتتعمل فوتوشوب هالمتاح دلوقتي بكثرة ولا خلاص راحت اه يعني يعني بنسمع على حاجات كتيرة هل مسلا موضوع خلص هل تستارت هات لا يا صاحبي يا صاحبي فيش الكلام ده خالص المجال اوسع بكتير ويتسع لكل الناس اللي بتتعلم دلوقتي فلا ما فيش فيش حاجة راحت على حاجة تعلم 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 ومهارة الفوتوشوب او استخدام حتى الفوتوشوب من الحاجات اللي هتساعدك في فهم واستعاب حاجات تانية كتير في المنتاج بقى والموشان جرافيك والبتاع ده كله ايه رأيك في نوشان اي 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 زريف بس مش بنفس مستوى تشار جي بي تي مسلا وحاجة زي كده اهلا بيك عمرو اسامة داعم قوي اهلا بيك مستر عبد المؤمن داعم قوي اهلا بيك حسام حسام اه داعم قوي اهلا بيكم يا شباب شكرا على الدعف ايه رأيك اوزيت لواحد اهلا قديم هندسة عادي وفنية عسكرية يختار ايه اه 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 سهايب لا واحد قدام هندسة عادي وفنية عسكرية يختار ايه اهhi حلو حلو اه بص يا صاحبي لو هو مهندس مدني مثلا تعالي لو هو هيأخذ هندسة مدني فأعتقد فأعتقد في العسكرية في الفنية العسكرية مش علاية هندسة مدنية بنفس الكوة بر إنما مثلا لو حاجة في السفن والحاجات دي فأتلاقيها في العسكرية أقوى فعلى حسب برده وعلى حسب هو قدر يخش لأن الموضوع مش آزي قوي زي ما احنا نتكلم كده فنية العسكرية مش حاجة سهل وأنت بتقدم ويقابلت بص يعني أنا أظن أن محتاج أنك تقعد مع حد بيدرس في الفنية العسكرية ومحتاج تقعد مع حد يتخرج من الفنية العسكرية ويحكي لك عن الشغل ويحكي لك عن الحياة ويحكي لك عن الدنيا ديات وفي نفس الوقت محتاج تقعد مع مهنسين يتخرجوا من الهندسة أو تقضي معهم يوم ودول أسهل يعني أنك تقضي يوم مع مهندس مدني مثلا في الموقع مع مهندس قرباء في الشركة مع مهندس ميكانيكا مثلا في مصنع أي أن كان ومهندس معماري مثلا في مكتب وده على فكرة والله ما هو صعب يعني ده في دائرة علاقاتنا كلها هتلاقي اه دائرة علاقاتنا تلاقي موضوع مش صعب يعني روح ويرحبوا جدا والله يا جماع يعني أنا أي موقع في بنا انزل كده وقول فيني المهندس وروح واررفوا بنفسك ولا أنا عايز أعرف محتار وعايز أعرف هتلاقي يعني هيساعدك جدا ويفيدك يعني بالتجربة اللي في الغالي بقول لك لا ما تخشي ديس أصلا اه يا الله اوكي يا عم تعالى معنا بقى تعالى عوكده سبك من الشرق أنت بتعمله ده أنا سيبت القلم اه أنا سيبت القلم تشغل على بتاع التابلت ده اللي اسمه ايه مرحبا وإيه الحوار بتاع الانتصاب بتاع اليوتيوب ده والله هيدا حوار كبير اوه هيدا زاهبة بس يعني اه هل تستخدم ديس كورد؟ أنا بستخدم ديس كورد في ميت جيرني بس بس يعني تقدر تقول I'm too old for ديس كورد بش ديس كورد دلوتي is the new thing تستخدم ديس كورد؟ كنت ب لا ما هو في ميت جيرني وكنت بستخدمه قبل كده في اللعبة لعبة ايه؟ كنا بنلعب بتاع ده يسمح ايه؟ هو اصلا بتاعي لجامرز هم؟ صدر اللي زي اللي زي أوكي أي يعني بتلعب لجام ومع صحابك على دس كورد أه يعني ما بأينا أصلا مش جامر في أه هو دس كورد كان ناس كيكتون لازم تعمل شانل اليوتيوب أو سيرفر اليوتيوب عو بدا ما تطلع لعيب في الضかなer تطلعون اي بيبقى لايب صوتي يباين ولا فيديو انا مش بعرف اعود على الكتاب وقت كتير وقت شات كتير وبعود اتعلم في الدين والاسرائيليات طيب ده طبيعي يعني الانسان زي اللي بيروح الجيم العضلة ما بتقدرش تستحمل نوع يشيل 100 كيلو مرة واحدة فهو يشيل 5 كيلو يعني اقرأ صفحة كل يوم واحدة واحدة هتلاقي ان الموضوع بتبني الريزيلينس او السترينث او القوة او المقاومة الكافية انك تعود على الكتاب وتنغمس فيه يعني فيه كتب اللي واحد ممكن يعني بالمناسبة في رواية انا مراتي قعدت خلصت رواية في قعدة واحدة رواية بتاعت مركب عم جابر بتاعت يحيى عزم ومحمد عصم اطباين هي بتحب هي العفاريت والجن والحاجات ديات فقعدت فعلا في قعدة واحدة مش عارف قعدة كم ساعة خلصت فما ظنش ان هي يمكن عشان الروايات بيكون يعني هي الصورة المكتوبة من الافلام او المسلسلات فبتبقى ممتعة الى حد ما ولكن الانسان بيوصل لدرجة فيها انه بيستمتع بالمعارفة الجديدة اللي بيحصلها من خلال الكتب في لذة كده وفي متعة انت بتحس بيها نشوة كده لما بتعرف حاجة او توصل لحاجة جديدة هممكن اقول حاجة في الموضوع والكتب عموما انا عموما بحاجة اقرأ كتب خالص ليه بقى لك لاني بتاعتي مع الكتب من البداية ان انا كنت بقرأ كتب انا مش محتاج اقرأها انما لما تقرأ كتب اصلا لما تلاقي حاجة عندك مشكلة في حاجة في شغلك او مشكلة في حياتك او مشكلة في اي حاجة وتقرأ لها كتاب فعلا فعلا هتمسك ورقة او قلم وتاخد نوتس وانت بتقرأ الكتاب على عكس ما تقرأ كتاب في اي حاجة انت مش انترست بيها اصلا ما في حاجة وقعت بس اتمنى انها ما تكونش مواجهة فبدأت ادرك قيمة الكتب لما كنت محتاج اتعلم مثلا حاجة معينة في المانجمنت وروحت اردت لها كتاب او حد اهداني كتاب لي سري الدين فلاقيت ان الكتاب يعني اداني معلومات انا يعني ما لقيتهاش في فيديو على يوتيوب وما لقيتهاش في كورس لا الكتاب فعلا بنالي فرق معايا بجد فمن هنا بقى ادركت قيمة الكتاب وبدأت ادور على الكتب اللي انا فعلا او المشاكل اللي عندي وادور لها على الكتب فدي طريقة في يعني لو حد حابب يقرأ يعني والله نفس الكلام يعني الكتاب مختلف تماما عن اي حاجة تانية كونك بتقرأ كتاب ولو حد تقرأ كتاب واحد عن عن مجال معين بيفرق معاك يعني بيفرق معاك وبيفرق معاك جامد يعني الكتاب تأثيره بيكون اكتر من الكورس من نسبالي لان التأثير الكراءة بيبقى عميق جدا في الدماغ يعني اقروا يا جماعة اقروا بالله يعني انا مش قارق شريح ومش قارق تقيل جدا ولكن القدر البسيط اللي انا قرأته واشتغلت عليه او استفدت منه او اخدت اكشن بناء عليه فرق معايا بشكل لا يمكن تصور فما بالك لو الواحد كان قارق شريح وما تععش في فخ برضو القراءة بلا فعل يعني حاول اللي تقرأه تبني عليه تاخد خطوة عليه والحمد لله يعني فيه كتب زي مثلا مثلا كان بيتكلم عن فكرة ثلاث شخصيات بتوع المدير والانتربانور والفني وان احنا كلنا فنيين فعشان كده بيحصل لنا بيرناوت فلازم يعني يبقى عندك شخصية ثانية خالص تدليجيت شغل وتعمل وبالفعل يعني بانينا على ده وكان لقى اثر كبير جدا يعني اوكي هتحضر حفلة كتف في كتف ايه ده في لا يحضرش حفلات اعمل حج المطلوب من واحد عنده سبعتارشرة سنة عشان ما ندمشي في المستقع اتعلم على قد ما تقدر اتعلم مهارات كتير لان المهارات دي فيه ما بعد هي اللي هتستبدلها بفلوس بس اتعلم اتعلم واستثمر لانك فيه ما بعد مش يبقى عندك وقت انك تتعلم وش يبقى عندك طاقة انك تتعلم مش يبقى عندك مساحة زهنية انك تتعلم اتعلم على قد ما تقدر انه كل مرحلة بتعمل لها بتطل عليها او الموارد اللي عندك دي واللي كانت بتبقى زي البقات بتاعت الانترنت كده لو انت بعد شوية راجل مسلا ما تتجوز مسلا تشتغل ما تخلف لا هتلاقي ان انت شوية بشوية المساحة الزهنية اللي عندك هي كافية للعمل بناءا على الحاجات اللي انت تعلمتها فيما قبل فكرة انك تعلم حاجات جديدة هي مهارة لو حفظت عليها هتبقى ممتازة جدا ولكن فعلا الريسورسز اللي بتبقى لك بتبقى أوليلة جدا فحاول قدر الامكان تتعلم على قد ما تقبر تعلم كل حاجة تعلم اي حاجة تعلم بلا هدف وهتلاقي كده ان شاء الله الدنيا بدأت توضح قدامك وهتلاقي انك ميال لحاجة معينة فهتبدأ تركز فيها وكمان الحاجات اللي انت تعلمتها بلا هدف فيما قبل هتلاقي لها use case ان شاء الله في المستقبل باختصار فيش تعلم بيخصر اي حاجة تعلمتها والله والله لك جيب فلوسها وتجيب وتجيب الاستثمار اللي انت استثمرته فيها ما هو المتوقع مني في سن العشرين تلاتين انا تلاتين اه دي الازازة بتاعتي انا مشهر انا في اخر العشرينات اه السن العشرين انا شايف ان ان هو السن اللي انت بتبني فيه افكارك معتقداتك اه وافكارك اللي هتكمل معاك المينزيت بتاعتك اللي هتكمل معاك اللي هتبني عليها بقية السنين اللي هتعيش فانت كل ما تستثمر في المينزيت وان انت تطور عقليتك وتشوف وتعرف ايه الاتجز اللي انت واقف عندها وازاي تكسارها وتطلع براها لان اغلبنا بيبقى عايش في حالة في السن ده ان ده اخري طيب انت عرفت منين ان ده اخرك لأ هو عشان دي امكانيات ومش عارف ايه فلما يعرف تعرف ان انت واقف عند نقطة معينة والنقطة دي لما تكسرها هتقدر توصل لحاجات احسن وفرص افضل ومش عارف ايه ده مش هيجي من فراغ هيجي من استثمرك هنا في الكورسات اللي تنمي ده التفكير في الكتب اللي تنمي التفكير في الاعداد بتاعتك مع اصحابك ونوع اصحابك اللي انت بتقعد معاهم والفترة دي فعلا فعلا من اكتر حاجات اللي ممكن تفرق معاك هي الشلة اللي انت بتقعد معاها لان دي بتقضي معاها وقت طويل جدا فبالتالي لو صحابك دول مش بيزقوك لقدام وانت بتزقوهم لقدام هيشدوك لورد صحبي كودينت اجري مور انت متوسط الخمس صحاب اللي انت بتقضي وقتك معاهم حرفي انت مع الوقت بتصبح اصدقائك فتخير اصدقائك حقيقي انت مع الوقت بتصبح الناس اللي انت بتقضي وقت معاهم فتخير اصدقائك جدا جدا يعني هاي مصطفى من اراك ام 11 years old can you give me your opinion in Austin Cleon بوكس اهم يا عم يا عم لانت برنس والله فكرة ان انت عندك 11 سنة وعرفت Austin Cleon انت برنس يعني تجامل جدا والله انت مش بحتاج نقولك حاجة صح انت ماشا صح ما شاء الله عليك يعني ما شاء الله عليك ربنا يبارك لك Austin عموما او الكتب بتاعته بتاكل بوينت قوية جدا وهي ان انت في ناس بتبقى خايفة وخصوصا الفنانين يعني او اللي عندهم creative thinking بيبقوا خايفين ان هما يظهروا او يوروا شغلهم للناس فانت خوفك بتخسر فرص غير يعني انت مش متوقع كم الفرص اللي انت بتخسرها وانت عشان انت خايف من من الكمنت او خايف من نقد او خايف من ان انت تظهر شغلك الناس ده بيضاء عليك فرص لا نهائية وده مش معناها برضو ان انت وانت بتتعلم لسه في البداية انت ممكن ان انت بتتعلم يعني توري الناس اه انا بتعلم حاجة جديدة بتعلم حاجة جديدة انه ما بتورهمش النتائج وانت بتتعلم لكن هو النقطة اللي هو بتكلم فيها هي دي اصلا من اكتر مشاكل الفنانين على كل العصور انه بيخاف يوري شغله للناس حتى هتلاقي اغلب الفنانين الكبار انت وقيين ومش عارف ايه واصلا فكرة ان هو يحط شغله في معرض ده فكرة صعبة جدا عليه اللي هو انا حط شغلي للناس والناس تشوفوا دي مش سهل عليه فهي نقطة valid جدا ان انت تشوير للناس وري وري شغله طبعا هايبر ماشي يبعتلي يبعتلي على انستجرام يا رب الاقي الرسالة بس لما تابعت اقرأ ارجوك انا عندي فادي باين او فيدي انا طالب جميعي كل يوم اتابع فيديوهاتك اقرأ ارجوك انت الافضل لا يكرمك يا اخي والله شكرا لك هل ترى ان التعليم الاعداد والثانو يكافر الاتقان اللغة الانجليزية لا هو التعليم بيبقى كافي ان هو يخليك تعادل الامتحان ولكن هو لا يعلمك غاية ان هو ان انت تتحدث اللغة بصورة بحيث تكون مفهوم ولما حد يكلمك تفهم فبس لكن بتتعلم اللغة من خلال الممارسة ممكن تعلمها مع نفسك ممكن تروح كورس تتعلم شوك قواعد تحفظ تسمع كتير يعني بس المدارس بصراع على الاقل المدارس اللي احنا دخلناها يعني ممكن المدارس الانترناشن والحاجة يكون القصة اه ايه رأك في تجربة الستريمينج والله ظريف يا شباب يعني يعني جامد جامد يا جماعة ايش معقول دروس ايه والله يا استاذ اسماء شاكر يعني مدطر مدطر وصراح عشان نغيبين بقالنا كتير وتأخرنا والايدوتور بتاعنا الكاميرا بتاعت اتحرقت يعني ربنا يعوض عليه وان شاء الله تتصلح وفي يعني الدنيا مشاكل هتامل ايه بمناسبة 7 مليون I hate to disappoint you nothing nothing لا انا فعله كل الليلة ماذا سنفعل لا شيء سوف انا احتشي كومل من القهوة وانا اجلس لنستمتع بالهواء نارضة على فكرة الجو برا جميل والقمر يعني بدر وحاجة رائعة جدا يعني 10 مليون ان شاء الله ان شاء الله انا على 10 مليون بإذن الله ممكن نبقى نعمل حاجة يلا زوقوا بس انتوا شواء اشرب يمينك يا محمود اشرب يمينك والسنة اللي شايف الصورة والعكس يا عليش ماشي يا محمود شكرا ماشي الله يوفقك ويا سعيدك ويا سعيدك انا انت ساعتين بغربتي من عمر يا الله الحاجات دي يا جماعة لسا كنا بتكلم في الموضوع ده بتخضني يعني ما شاء الله اسامة بيقول متابعك من عمر 15 سنة ودلوقتي بقى عمري 22 يعني سبع سنين سبع سنوات يا الله شكرا اني هوا سام والله ما تكبروناشا جماعة لا 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 والله لا انت عارف انا بحس بصراحة ان احنا دوقتي في موسم الحصاد اللي هو ما شاء الله ممكن يكون شباب بدأوا معنا من بدري فبادئ يحصد ثمار للحاجات اللي هو عملها بناء على ممكن بعض الاشياء اللي اتعلمها من الفيديوهات مثلا اهي اه اثلاشت قلب يا فتاة هل نوشن مازالت مفيدة بعد السنين دي وايه رأيك انها تراكب وتطلع على بيانات المستخدم ولو دا مش صح هل هي امنة ان مسلا سورة البطاقة والجواز و هكذا بص هي مازالت مفيدة جدا بل دلوقتي اصبحت اكثر افادة تمام لو دا لو دا السؤال يعني لا مفيدة جدا 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 يعني ابعد مما تتخلق كان نوت ليفو ذاوتت يعني حاليا اه فكرة انها بتطلع على بيانات المستخدم ولو بتاعة دا ما ظنش خالص ان دا بيحصل اه لان دا لو حصل وتم اثباته هيتنفخه موضوع البرايفسي بره دا موضوع غبي يعني لو ممكن انت اقول له عليك ادفع تلاتة مليار دولار تعويض او غرامة علشان انت بتصرب او تستخدم بيانات المستخدمين بدون ما تفصح عن ذلك يعني فما اظنش ان هما يجازفهم بحاجة زي لي خالص يعني يوتيوب بيقول لي ناود بيئة جود تايم تو انسير تن اد لا مش مش هعمل اه اوكي اه فلا عايز حط صورة البطاقة صورة الجواز جو اهيد يعني ما عايش موضوع مش صعب يعني بس اهم حاجة ما يكونش ليه حد حد تاني ليه اكسز او ليه اذن دخول على حسابك فيقدر يشوف او يطلع على بياناتك الشخصية بس في نفس الوقت ما هياش امنة بالقاطة الكافية انك تحتفظ عليها بكلمات المرور مثلا فيه بتطبيقات تانية زي كيبر او او فريست او 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 فريست باسورد او وان باسورد او الحاجات اللي هي تبقى عبارة عن خزنة كده للباسورد بساعتك هل فيه خالق للكون وليه فيه ملايين الناس ملحدين حول العالم محمد مختار يعني اظن فيه اية في القناة الكريم ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا يعني ولو الله يريد لآمن كل من في الارض يعني مش في الآية كده صح بس احوارك بيحكي اكبر من هنا او يا محمود يعني يا علش حلقة الاسبوع وين اه يا علي دو استعج انت فعصت الجرح يا علي بكرا ان شاء الله يا علي علش يعني اي تأخير والله بيحصل غصبا يعني عارف دوبامي كافين ولو عارفوا ممتاز رائع استفيد منه ممتاز صراحة من افضل الناس اللي بيرخصهم الحاجات باستفادة يعني هو تلخيص ولكن مستفيد بيحاول قد مكان ما يكونش مخل عمار انا ما عندي وقت الكراءة فبسمع لدوباميك سبحان الله نفس القناة لا يعني خلينا نكون ايه انا اكتر حاجة بتدايقني يا فكرة انا ما عنديش وقت دي لا لا انت عندك الوقت انك تتفرج عندنا حالا صح اذا انا عندك الوقت انك تقرأ صحيح لا يعني وفكرة الاكتفاء بملخصات الكتب لا يا جماعة تكريب تجربة القراءة هي تجربة فردية بتختلف من شخص لاخر بشكل كبير يعني فكرة انت بتشوف الحاجات ازاي غير لما حد تاني بيورها لك هو شافها ازاي ممكن نقرأ نفس الجمل ولكن يسمعهم عندنا بشكلين مختلفين تماما زي الخواطر انت بطلع مكرار لو انا بكرأ نفس الصورة اللي انا اللي احمد بكرارها انا هيتل عندي خواطر عشان لمسة مواقف معينة معايا وهو عنده لمسة مواقف معينة فتلاقي ان تطلعنا بمعنايين مختلفين ومشاركتهم اه بتبقى حلوة بس في الاخر ده معنى وده معنى حلوة في معنى ملمس معايا ودس علي ومعنى اللمس معا ودس معايا بالضبط هو اي حد بيلخص لك هو بيحكي لك انعكاس الاشياء دي في نفسه هو فانت محتاج برضو ترى انعكاس الاشياء دي في نفسك انت يعني عارف يعني فتلخيص ملخصات الكتب الفيديو اللي فات ملخصات الكتب لا تغني عن قراءة الكتب اعمل بودكاست مع وليد طه ويلش ان شاء الله قريب بإذن الله هنصور حاجة معاه فوليد جميل كيف يمكنني اتبعي بشكل عاربي وانجليزي وفرانكو ايا ميرنة طيب الالتزام بالمهام هو ليس بالشيء الصعب ولا المستحيل وفي نفس الوقت ليس بالشيء السهل اللي هو اي حد بيعمله وهي مهارة برضو او عضلة بنكتسبها مع الوقت وبتقوى مع الوقت ولكن اهم شيء هو ان احنا نحاول نحصر المهام دي كلها في مهامة واحدة لها الاولوية نشتغل عليها الان النهاردة وبكرة يكون في مهامة هي لها الاولوية نشتغل عليها فقط احيانا اللي بيخلي الانسان اصلا ما يشتغلش على اي حاجة هو ان هو بيحط 500 مهامة قدامه فهيبدأ بايه ولو بدأ بتلاقيه بيروح لصغائر الامور اللي هي ملهاش الاولوية اصلا عشان يوهم نفسه ان هو انجل في كتاب اسمه The One Thing الشيء الوحيد لو عرفت تقرأ ايه في حاجة برضو كمان انا بعملها مع نفسي في حاجة اسمها Creative Block بتيجي للمصاممين وكده فانا لو اؤمن بهذا Creative Block دايما لما اه ساعات الافكار بتعتروا ساعات ان انا مبقاش متحمس ان انا اشتغل او متحمس ان انا ذاكر او متحمس ان انا اقرأ بس مش قادر فانا بقوم اعمل ايه بسيب كل حاجة موبايلي بطلعه برا اللابتوب بطف اللابتوب مش عارف ايه او او لو فاتح اللابتوب بفتحه على الحاجة المفروضة اشتغل عليه واععد انا قاعد مش هعمل ايه حاجة مش هفتح ايه حاجة هو اه يعني زي ما تقول كده عقاب لنفسي اللي هو ايه انا لازم اخلص دي لازم اشتغل عادي ما فيش حاجة وورا احنا عادية ووريش حاجة اللي انت برضى اه بجد بجد لان انت لو سبت نفسك لهواك اللي هو اه ده طب ماشي لو ما عملتش دي انا ما خلصتش اللي وراي او ما عملتش اللي وراي فانا بحط نفسي في استيت كده اولا ان يا دي يا مش هعمل حاجة تاني فغلص بعد انك بيتلاهي دماغك قالتلك على الاقل على الاقل هتبدأ في الحاجة وطالما بدأت خلاص الحاجة بيتسهل يعني انا ديزاين جديد او فيديو جديد عايز اعمله او كلينت عندي مجرد ما تبدأ الستايل فريم او الحاجة الاساسية فيه وحطيتها خلاص انت خلاص الحاجة بيتسهل قبل كده عقلك بيحط لك عوائق كتير كده او ان انت بش تقدر تعمل الموضوع ده او شكل حلو او 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 في الاخر تلاقي نفسك انجزت الحاجة بس يعني لازم تحط نفسك فيه بتاع سوم الدوبامين ده اه علي محمد اه كان مهم جدا مهم جدا ان انت مش كل حاجة تقوم رايح فتح يعني احنا عادين دلوقتي وانا بذاكر وازهقت اوما طالع مبالي وقال لا انا هاعد حطت الكتاب قدامي ماذاكرشي هو ده الوحيد اه هو ده اللي قدامي يعمله يانا قدامه صح جدا دموع القمر اذا شخص كان على طريق صح وضيع طريقه صابوا الاكتئاب وضع كل شي منه وراحت احلامه شو يسوي اه اقرأ قصة سيدنا ايوب يعني سيدنا ايوب ما اصابه من فقد الاولاد وزوجاته وماله وصحته وبعدين ربنا يعني ابرأه من المرض واحيا له زوجه واولاده وامطرت السحب عليه ذهب وفضة لا يا صاحب يعني مفيش فكرة ان انا خلاص كده الموضوع انتهى او كرة واحد دلك كتف كده فكفاك على وشك. فهل انت مسلا بتخص مش مش تلاعب تاني كرة ولا بتقوم تكمل لعب. وممكن كمان تتعور في قصب رجلك. ممكن رجلك تتلوي وتتخبط وتتخرشم. وتلاعب تاني. انت عامل مع موضوعك انك حاجز كرة او تلاعب كرة وكمل يعني هكذا الحياة ده هكتف تبديك كتف وهكذا. هل شغلك في اليوتيوب اثر على حياتك الاجتماعية خصوصة مع اهلك? بالعكس يعني شغلي في اليوتيوب وفر لي فرصة اكبر ان انا قضي وقت مع اهلي واصورتي يعني وصحابي. ولا ايه? صحيح. ايه احلس ابو زيد واحلس وهي بالله يكرمك يا عبد الرحمن والله. احلى عبد الرحمن. انت ازاي تستعد الرمضان. احاول اخلص الفيديوهات اللي عليا في شهر رمضان ان شاء تفرغ بالعبادة. يعني رمضان لا يعوض الله يا شباب. ربنا يعيد علينا دوما بالخير واليوم والبركات والله. شهر وبركة. حبيبي من العراق والله. العراق يعني دها معز خاصة ان والدي اساسا كان شغال في العراق قبل الحرب وقبل الحاجات دي يت. وبيحكيلي. بحكيلي عن خير العراق وفلوس العراق. والله. يعني عندنا اصلا مكان هنا في القرية اسمها عزبة العراق. كل كل سكنين فيها كانوا في العراق وجم بنوا بيوت وبتاع فالعراق لا العراق يا اخي كانت ربالك جميل. وما زالت ربي يعودها دايما دايما تاني المجدهة يعني. رأيك في كراءة الكتب من الهاتف. لو ما اضطر. لو ما اضطر اصلا صارة ماشي. لكن لا ارجح. هل تستخدم شاتجي بتي في ملخص الكتب ياس? بصلا بستخدمه دي وقت بقعد استكشف ازاي? اقدر استخدمه في كل حاجة تريبا انه بصراحة ممتاز. اه فائدة صناعة المحتوى في مجال تخصصك. اه بيخليك اه مميز عن اي حد تاني في مجالك. اه بيعمك المعرفة اللي عندك لان محاولتك لتمرير المعرفة او شرحها بيعزز اصلا المعرفة دي عندك وبيثبتها. فبالتالي ذهنك هيكون حاضر جدا. اه لك الاجر والثواب يعني ان هذا علم ينتفع به. فيما بعد انت ممكن يعني تتخصص في صناعة المحتوى لو انت شغلك يعني ما هواش اه الحاجة اللي انت بتستمتع بها قدر استمتعك بصناعة المحتوى عن الحاجة دي فممكن ده يكون مصدر للدخل برضو. اه فرص للتعاون. اه حاجة تانية حابب بتضيفها. هل شخص مثلا عنده سبعتاشر سنة محققاش? يا يا اله. يا اله. يا بدي سبعتاشر سنة كنت بلعب بيلي. بلعب بيلي بالشارع يا حبيب. اي سنة مش عايز تعليق يوشي. تظل موجود على سوشال فيديو. او مش عارف يا جماعة او من اللي وصل الناس السن سبعتاشر سنة او ستاشر سنة او عشرين سنة المفروض تكون حققت حاجة. دي فترة الزرع والاهتمام والري والرعاية. اه مش فترة الحصاد اللي كتقول حققت او محققتش. احنا دلوقات لسه مش فترة الحصاد في عياتنا. اه يعني احنا وانت تلاتين اهو لسه لسه بتبني. لسه بتبني. لسه بدر يا باشا. اه الله. اعمل حق تيكت ايز يا صديق. ما تخليش القصص اللي هي. السوشال ميدة عموما هي اللي بتعمل المقارنات بتعمل الكلام ده ففكك. اهلا عرب جي اس ام. واهلا بك كمينبر معانا يعني. واشكرك على الدعم. اه عايزين بودكاست. ما شاء الله بودكاست مع اسماعيل عرفة. اسماعيل صاحب كتاب بالحشاشة النفسية. اسماعيل انا بكرأ له حاجة كتيرة جدا. كتابات وطيبة يعني ان شاء الله. نحاول نجيبه بودكاست بازن الله يعني اظن انه هيكون شيء مفيد جدا. جيمينج سنتر. يو كيفك ابو زيد انا وصحابي اليوتيورز بنحب نحكي معك ونو تواصل معك. اه كلنا فوق المية الف. ماشا صاحبي اه تواصل. يعني اه اه اي وضلاف تو. يعني انا انسان باستمتع لما بيعد يحكي مع احد بيعيش نفس التجربة بيعيش نفس المعاناة بيعيش نفس اللحظات السعادة يعني. انت بتحب تتكلم مع الناس اللي مهتمي بنفس الحاجة اللي انت مهتمي بيها يعني. ايه رأيك في محمد ابو بكر? ظريف جدا مفيد بيعمل فيديوهات حلوة جدا. ايه رأيك في بلوجر يا صحيب? ايه بلوجر? ياه. 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 لا الاداة بتاع البلوجز بتاعة جوجل. بتاعة جوجل. اه اه. يعني اما روح الورد بريس افضل. يعني بكتير. في دلوقتي وورد بريس ويبسايت بيلدرز. فازن ان هي تكون افضل بكتير يعني. ممكن بودكاست مع الدكتور ياد كونيبي. والله يا جماعة ان شاء الله مستقبلا يعني بنحاول نزبط كده بحيث ان احنا نستضيف الناس دي عندنا هنا في مصر نبعت لهم اه طيران واقامة وكده بحيث ان هما يجوا معندنا نسجل. فكرة ان انا سجل مع حد بودكاست من خلال الويب مختلفة تماما عن ان انا اكون قاعد قدامه. فان شاء الله يعني بازن الله يعني الدكتور يد ربنا بارك له من الناس الواحد تعلم منهم الكثير يعني. فربنا يحفظه ويزيده. اه اظن يعني احنا شارفنا على الانتهاء من هذا اللايب الجميل. والله يعني حلو ما طلعش سيء. ده تجربة لدي. اه. رأيك في التنمية البشرية? ياه. عملنا فيديو. عملنا فيديو قفلينا عليه التعليقات. لان زي ما بتقول احيانا انسان لما بيكش في الجرح. ويحط عليه شوية ملح. عشان يعني طهره. اه. فبيوجع. وردود الناس فعلا صعبة جدا يعني. هي كل حاجة كل حاجة لما بتبقى بيزيك او او ما فيهاش اكستريم. كل بتبقى حلوة. اول ما الحاجة بيتحط عليها اه بوهارات بقى وتبدأ تتلمع وتبدأ خلاص بتفقد مصدقياتها. ايا كانت الحاجة دي في الدنيا يعني. صح. شكرا احمد. ال. الاني. او العيني. العيني. شكرا يا ابو حميد والله ايا كان اشكر منك على المحتوي العالمي. الجودة والالتزام بالخلق نحتاج الكثير منك ومن الدحية حدك. ربنا يبارك لك اخي وشكرا على دعمك الجميل. عايزين برضو انا بص انا هكلم محمود مهدي. خليه ديني ايه? كرس كده. اه. ده يا محمود وان شاء الله عنده ستريم جامد. فامحمود ازاي نبدأ نبني مستقبلنا بعد الثانوية عامة. سؤال جميل يا خلود والله. سؤال جميل جدا جدا جدا. اه. فكرة المستقبل بعد الثانوية العامة. اه. حلو. يعني احيانا في شباب بيقولك انا هتعلم كزا وانا في الثانوية عامة. قلو لأ. خلص الاول الثانوية العامة. يعني خلص الطوبة كبيرة دي تكسرها الاول. وبعد كده بقى اشتغل زي ما انت عايز. يعني انا اظن ان افضل استثمار الانسان ممكن يعمله دلوقتي واه في التعلم. يعني زي ما قلنا فيما قبل. تعلم اكبر قدر ممكن من المهارات. خش نشوف. يعني انا رأيي بعد الثانوية. بعد الثانوية ابدأ ركز على بتاعتك. الانجليزي. الحاجات ازاي تكتب ايميل. ازاي تتواصل مع حد. ازاي تبني علاقات. ازاي. الحاجات دي هي دي اللي ممكن تركز عليها. مهارات الطرية دي يا جماعة. بصراحة. اه. اللينا الطرية الصوفت دي. لها اهمية الواحد ما كانش متخيلها خالص. بصراحة. يعني فكرة ان انت قادر انك توصل لشخص قدامك. سواء النقد او طلب او آآ رفض او موافقة قوية ان كان باسلوب تخليه حبك. يعني انت ممكن ترفض طلب شخص باسلوب تخليه يحترمك. صحيح. وممكن توافق على طلب شخص باسلوب تخليه. يكره. اه. ويتحس انك بتهجمه. صحيح. وده مش خيال علمي. وده مش هو كتبه. كتبه بطريقة. اه. اه. يعني كده. فتيجي اه اجا رد عليه يقول لي لا ده انا بحبك. ده انا. فاهم. فاللي هو الطريقة اللي انت كتبت بيها التعليق او كده. لا اوصليت لان انت بتهجمني او. محتاجين صوفت سكيلز. محتاجين صوفت سكيلز. من الحاجات الجميع. وكان فيه شركة ماكينزي عاملة منحة. منحة كنا عاملين لها. يعني. فتابع برضو. معنا وان شاء الله لو فتحوا الموضوع تاني. هنحاول نعرفك هاني. شكرا احمد سعيد. يا ابو حميد نشكرك والله يا ابو حميد. يا باشا احلى احلى واحب بشرح. اللايت روم هاكس وال. الفوتوشوب. الفوتوغرافي والفوتوشوب وحبيب يا ابو حميد بستمتع جدا ويستفيد منك والله يا اخي. اه. اسامة شكرا انا اسامة والله على الدعم. شكرك يا صديقي. عايزين نسامي الناس اسامي اللي هي بقى ايه. اللي هي الحلوة دي. يعني اللي هو عرف اكل يوتيوبر جولك بيبقى الناس الجمدين. اه اه اه. تعمل لهم يعني زي برسونة. ويشود ورق ان ذه. انفرشنتلي. the ab udemy does not work with me. so i would like to ask if there is any alternative to join you. خش على academy.drosonline.com هتلاقي الكورس بتاعه. هتلاقي الكورس بتاعه. الملينك هتلاقي في تحت. الملينك هتلاقي في الدسكريبشن بتاع ده على فكرة يعني. اه وفي يعني فانجويت برادر. ايه الفرق بان سماع الفيديو على سرعة اتنين اكس والسرعة العادية. التعليقات بتطلع على اتنين اكس. انا انا عندي نقطة النقطة. اه العصر اللي احنا فيه بقى كل حاجة فيه سريعة. ماشي? فانت بتلاقي ان انت مسلا تيجي عايز عايز تشوف معلومة في الفيديو فتقوم مصرر الفيديو على اتنين اكس. حرفيا انت انت بتعمل في نفسك مصيبة يعني حتى لو الراجل ده بطيء شوية بس انت اولا انت انت يعني بتحط على نفسك لود ان كل حاجة لازم تبقى سريعة في حياتك. مم. انت وانت مش واخد بالك بتضر نفسك حتى لو خدت المعلومة بسرعة. بتضر نفسك ان انت كل حاجة في حياتك عايزها بسرعة مش عارف ايه. النجاح عايز توصله بسرعة. لأ انت حلو ان انت تحصل على المعلومة بسرعة بس انت كده بتفقد قيمة الحياة بشكل عام. لما كل حاجة تبقى بتفرج عليها بسرعة. ملخص الفيلم. ملخص المسلسل. ملخص الكتاب. ملخص ايه يا عم في ايه. انت راح في. الحاجات المهمة حاول انت خليها على يعني واحد وربع مثلا. كويس. واحد وربع كويس. بس يعني البودكاستس وكده ممكن واحد ونص وواحد خمسة وسابعين. انا رايي الكورسات. الكورسات. الكورسات حاول تسمع برحة. انا ممكن اقلل الصورة. واو يا رجل. والله. وارجع اعيد وزيد. وارجع عيد وزيد. مطلعش من يعني انا بتعامل مع الكورس. انا بتفرج عليه مرة وبعدين اطبق وانا بتطبق ارجع اتفرج عليه تاني وارجع عيد تالي. نايس. نايس. ده ده انما اعود اتفرج على اتنين اكس عشان اخلص. اخلص وبعدين. بعد ما اخلص. يعني حاجة اطبق بقى مش هلاقي ان انا اتعلمت حاجة. امم. ويمكن كل حاجة بقت حاولينها بقت سريعة في فكرة ان انا اتفرج على حد بسرعة. يعني انا ظن اللي بيتفرج على اللايف ده في الاعلى دلوقتي ممكن تفرج على اتنين اكس بس. والله. لأ. لا فيما بعد. طيب. اي بي جي سونجز. بودكاست مع احمد اميني. الافيش والجانب. اصلاك احمد فاهمي. عيارين. عيارين في الجو كده احمد فاهم يا جماعة. ان شاء الله من الناس اللي هناش هنتشرف بهم في البودكاست قريب يعني بازن الله. خالد وليد. صحبي. شكرا يا خالد والله على الدعم الجامد ده. خالد اللي شغال معنا في القناة على فكرة بيعمل لي الصومني. والله. شكرا يا خالد. لا لا لا. كرس اليوتيوب امتى يا بو زيد? ان شاء الله. السناد ان شاء الله نصر. بإذن الله. هل مرحلة الثانوية مرحلة بناسبة لتعلم صفت سكيلز? لا. لا بعد الثانوية. انا عايزك انسان طوائي. عايزك شخص منطوي جدا. مرحلة الثانوية انا بالنسبة ليها تالتة سنة او السنة الشهادة. انما السنتين اللي قبلهم اتعلم فهو اللي انت عايز. ماشي ماشي. انما في الثالثة سنوية ما تجيش في واقع لا. هزركز في السنوية. تجيش في الخيبة و خير بالك تعصلك يعني. هذه الكتب هو الوراقية تتحق الشراء رغم ازن ان هو ه... غلاء الاسعار ولا كتاب بديف المجانية والبديف مش مجاني بص في مؤسسة هندو بتوفر كتب كتير جدا مجانية فلو هتجيب من مؤسسة هندو لكن لو هتنزلوا بديف مسروء يعني فانت بتؤذي الكاتب وبتؤذي الناس اللي اشتغلوا عليه وبتضيع تعب الناس بصراحة يعني كتاب دفعت تمنه وقرأته أبرك من عشر كتب نزلتهم مسروئين وقرأتهم هاكو لسه بنتكلم في موضوع كرصات لناس والله تعب يا جماعة انت هتنزل كرصات عندك على الجهز ومش تستفد حاجة صدق لي صحيح زي اختار علمي ولا أدبي ما نغير موضوع بتحب ايه أكتر لإني بحبه كله من غير موضوع لإني بحبه كله خلص خش علمي يا عند لابش نزل قدامك أكتر بما فيهم الكليات بتاعت أدبي صحيح خش علمي ده بتصدق قدامي يعني من غير ما تقولي بتحب ايه قال شايف ان ما يكونش عندك صحاب ده شيء مش كويس والرغم ان عندي معارف كتير ولكن مش صحاب والله انت ما شايفت عمرك قدية يا مصطفى بس صدقني يعني اظن بيجي فترة كده الصحاب اللي بتكونن في الفترة دي هم اللي بيكملوا معك ممكن يفضل معك من الطفولة واحد أو اتنين بالكتير قوي 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 ولكن والانسان فعلا يا اخي يعني كان فيما أقولها رائعة وده كان الانسان قليل بنفسك كثير بإخواني تلوحدك قليل قوي كان مع صحابك كثير حتى لو واحد فالله اخي الصحبة الصحبة الطيبة يعني يعني الحديث ان اللي يظلهم الله بيظل يوم ما لا يظل إلا ظله اللي هي رجلاني تحبى في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ام اتنين صاحبين تحبى في الله اجتمع على خير وتفرق على خير يعني فالصحبة اخي من الحاجات الجميلة انا جديد بمصر ايه نصحيح لان الحياة ايه مثل اه مثل فيلم عسل اسود يالله يا اخي يعني شعاري بصراحة يعني فيه واحد يقول لك كبسه 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 والله يا صاحب يعني شعاري بصراحة يعني هو كبقى تشوف لك صديق مصري كده تاخد عنده كورس كيفية التعامل ايه الفرق بس انا عمثلا يعني بنحب اخواتنا من اي مكان والله لا احد اصلا بيتكلم بلاكنا غير مصري اولها غير مصري ايه يحب انتكلم معاه يحب ان انزل الانزل الانزل الى بيبقى فيها تجمعات كده هتلاقي نفسك بتبني كوميونيتي حوالي كده من ناس اللي تفكيرهم نفسي تفكيرك صحب صحب مين ده يا للهول ما هذا في العظم يا صاحبي اشكرك قنات في العظم يا جماعة يعني من حاجات القنوات الجميلة جدا اللي بيتعلمك ازاي تعد ازاي تحافظ على عظمك ازاي صديقي صديقي بحبك وشكرا يا اخي على الدعم والله ربنا يبارك لك يا صاحبي والله حبيبي من ناس الجميلة وانا بحبك الله شمس سطعت والجو جميل هذا اليوم اه فعلا انا مبسوط بسط بجانب ان ده ممكن تكون جملة فيها توريق اللاي ؟ من هي بتعزيبستور الشابس وشكل والله خالي بس انا يا جماعنا انا متتخسر ساعدتي ان الجو بدأ يدفي يا مهرب يا بقيت انسان تاني بقيت انسان تاني اه يا جماعة قناة في العظم الدكتور كريم يعني تابعوا قناة في العظم يا جماعة عشان عظموكم يعني عشان خطر عظموكم الله اهلا اتنين حبيبي يا ابو اسماعيل حبيبي يا ابو اسماعيل والله ايه اكتر فيديو تعبت فيه وانت بتعمله تلخيص كورس تعلم كافة تتعلم اخد مني وقت كتير جدا واخد مني مجهود ولكن الحمد لله والله سعيد جدا من الحاجات اللي انا فخر ان انا عملتها يعني الحمد لله لانه فعلا بيختصر معرفة ضخمة جدا في كورس جبير بشكل يناسب الجيل الحالي يمكن بس لا يغني برضو عن مشاهدة الكورس كاملا لو ده متاح بالنسبة لك يفرق مشاهدة المادة الخام تختلف عن مشاهدة المادة المختصرة اللي لو بدأت تذكر بدلوقتي ما في السنوية ألحق أجيب مجموع يس كام لسه بدري مش لسه بدري انك تريح بس لسه بدري انك قدامك وقت يعني انا ملخص تلخيصك ماشي بس فيك قعدة كده يعني الشيء الملخص لا يمكن تلخيصه مرة اخرى عايزين فيديو من فيديوهات زمان اه 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 تعليقات بدأت تطلع بسرعة اوي هل عدم شراء الكتب الورقية لتوفير لتوفر الكتب لتوفر الكتب المسروقة اللي عنها تعتبر حرام وانا اه حرام لسه انه لعدم ايه مش عارب هل عدم شراء اه اه يعني فكرة انده بتكتفي بالحاجات المسروقة يعني والموضوع في تفصيل يا شباب بس لو انت اخي مقدر انك تشتري ما اشتري وبعدين زي ما اشتري الكتب اللي انت انت لو جيت اعدت مع نفسك كده ودورت على الكتب اللي انت بحتاج تشتريها فعلا عشان هتلاقيهم مثلا تلات اربع كتب كل تلات شهور مثلا او كل ست شهور فاللي هما مثلا ممكن يعملوا لهم خمسوين ستمائة جنيه يعني ده ده وتشتري الكتاب الاصلي فده استثمار لو انت مش يعني لو انت تمتلك يعني شغال مثلا في ايه شغلانة حتى لو مرتب بسيط خمسوين ستمائة جنيه بعد كل ست شهور بتستثمرهم في كورسات هتعيد عليك هتعود عليك بعائد في دماغي في عقلك وفي حياتك وفي حياتك وفي شغلك وكده ده ده انت بتدفعهم في في اكل يعني في اكل اكلتين تلاتة في مطعم اللي بتطلوها وتقربوها فيها في موبايلك اللي بتشحنوك باقات ومش عارف ايه في ناس بتدفعهم في 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 بابجي واحنا يا جماعة الاسف الشديد ما بنحسش ان انت بتاخد قيمة او مقابل وقتي اصاد الفلوس انت بتستثمرها في كورس او في كتاب فكرة ان انت مسلا ممكن تدفعها في اكل لانك لحظي بتاكل حاجة تاخد اقنش وهو شوية دوبامين يضربو في الدماغ فانت اوكي لا الموضوع يستحق نفس الكلام بالنسبة اللعبة يحصل لك اوب جريد مسلا بتبقى سريع بتموت ناس اكتر في اللعبة فتمام بتحس بالتأثير الكتب من الحاجات اللي تأثيرها بييجي فيه ما بعد ولكن متراكم بقى انه بيكون متراكم عارف انت بيسموها الافكت بتاعي اللهم اصلا على النبي النسيه بس بييجي اضعاف اضعاف يعني الموضوع ده صلاح انا من المحلة الغربية يا ابو زيد اهلا يا ابو الصلح جرنا هنا في المحلة احلى رجال عيارين للمحلة ضرب ضرب عيارين عيارين تحية للمحلة وكل من هو من المحلة بعد ما شاب والدوك كتاب هل هذا صحيح لا لا كلام فارغ كلام فارغ الانسان الانسان يعني ما ما يوصلش المرحلة خالص ويقول انا خلاص كنا بس كده انا حست المعارفة ومش هتعلم حاجة تاني الانسان فعلا يبدأ ينحذر في اللحظة اللي يظن عندها انه خلاص حازر معرفة انا فلا مفيش خالص بالعكس بالعكس تعلم تعلم في كل وقت تعلم كلام شكرا يا حسن والله معليش زوك المحش وبط وعارف عارف احيان بيكي بس كده على الدماغي او بيسحب الدماغي كده فعليش يا صاحبي احيان الحاجات اه بتطير من دماغي انت بتضيع وقتك باللايف ليش لو مش تضيع وقت سهلا 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 وانت بتضيع وقتك بمشاهدة اللايب ليش؟ وانت عليك عاللايف ليش؟ عطيب عطيب اه يا الله يا رجل يا جماعة الحياة مش كلها طب يعني مش كلها جارة يا في مشكلة يا جماعة الاخر حاجة اختم بيها بقى كنت كاتب ان انا احيانا تحصل لها حاجة غريبة كتبت على تويتر على تويتر ان انا احيانا بجأ اروح في النوم فاشخر فاصحى من صوت شخيري عارف انت انا مثلا وورقبتي مش مظبوطة فلاقي فيش خير جدا فاصحى من صوت شخيري يعني صوت نومي نومي خفيف جدا يعني فكت يعني طرفة او حاجة حاجة طريفة يعني بنشاركها مع الناس فتلاقي ايه بقى لقي كثير تعليق شفت متكرر اللي هو ايه خلاص خلصت محتوى ايه التفاهى دي؟ يا رجل يا رجل انها ساعة وساعة انها ساعة وساعة وبعدين فكرة الفائدة او فكرة ان انت دايما انت مفيد جدا ماشي مفيش مشكلة بس لو لا اللحظات اللي الانسان ممكن يعني يشارك شيء انساني انت ممكن تظنيني روبوت او انا شخص بروداكتف طول الوقت او انت يعني لا يعني الانسان برضو بيحتاج من حين لاخر انه ايه يعني شوية طرفية كده يعني يا سيدو بحاول ابقى فاني يعني بديني الفرصة احمد يقول مثال ثمن الاكل فكرني بالفيديو اللي عملته هوستينجر شكرا مرة تانية اني كان مفيد يا سلام عليك يا ابو احميد ده اخده يا سلام احمد سأل احمد ابعتلي سأل الله ياخده يا سكرين شوت يا عاب ايه احمد ابعتلي ابعتلي حسابك على هوستينجر عشان ابعتلك اوبغريد شكرا جدا على التعامل بالمناسبة الفيديو اللي جاي هو سبونسر دباي هوستينجر اللي بقى عندهم دلوقت ويبسايت بيلدر طب انا مريش اوبغريد ايه؟ يابا 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 انت 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 اعلم الابغريد يعني اوبغريدك انا وديك فيني يعني وامش انت السفير هوستينجر بانا عم صعيب فا لا امه عالجيب امه عالطلعني معك فا انا نقص بيرلا عامل ايه؟ فا هوستينجر بصراحة يعني بسعر كوب قهوة تقدر تعمل نفسك ويبسايت ممكن يساعدك فيما بعد في انه يجيب لك كلاينس او يساعدك في البروسنال براندينج او انت تبدأ بلوغ والله العظيم الناس بتفكر ان احنا ان انا بطلع عشان اخد فلوس انا كده كده اواخد فلوس يعني انا كده كده اواخد فلوس من المستجر سواء انت شفت الفيديو او ما شفتوش او استخدمت كده او استخدمت بس انت بتضع على نفسك القيمة بقى الحقيقية وراء الويبسايت الويبسايت فعلا من اقوى الادوات اللي اللي لازم روح اي شركة في العالم يقول لك اول حاجة تهتم بيها الصورة بتاعتك ومش عارف ايه واكاونت على الانستجرام وعلى الكده وعى السوشال ميديا ولازم يبقى عندك ويبسايت لازم صح صح لازم لازم عندك ويبسايت فعلا اا يا اخي والله حتى لو انت بعيد كل البعد عن مجال الويب او الانترنت هيكون مدخل كويس انك تعرف الدنيا بتمشي ازاي انك تفهم يعني ايه سيرفر انت تفهم يعني ايه ويبسايت يعني ايدو مين نيم حاجات ديات هي معرفة لا غنى عنها في اي حاجة والله يعني اصبح دلوقتي لا لا غنى عنها تريد تعمل حاجة تخلي بوتون يتحرك مثلا تخلي حاجة تظهر كده او اي حاجة في الويبسايت وانت مش عارف تعملها تروح له تقول له لو سمحت يكتب لي يكتبلك فانت خلق وانت سايب ايدك كده هتعمل ويبسايت وتخط في افكار كمان صح فاعمل ويبسايت احنا عملنا فيديو عشر عشر اسباب لي لازم يكون عندك ويبسايت اظن هتلاقي فيه على الاقل سببين جيدين جدا يعني واجهين جدا ويا اخي سبحان الله اللي كان اشترك خطة الاربع سنين من فترة فهو وفر فلوس كتيرة جدا دلو واللي هيشرك دلوقتي هيوفر فيه ما بعد يعني فيعمي يعني ياه روح ياعم اعمل ويبسايت مع هستينجر او مع اي حد تاني يعني ايا كان بس هستينجر بصراحة جربتهم كويسين ايه رأيك في كتب الدكتور مصطفى محمود؟ دكتور محمود الله يرحمه وكان راجل جاي في وقت يعني كان هو فعلا المنارة اللي بتونير للناس يعني بتفرجه على الفيديوهات دلوقتي مازال الكلام بتاعه منطبق على الواقع بتحس ان هو قال نبوآت ان احنا هيوصل الوقتي اللي مش عارف الانسان هيبقى عامل ازاي بتاع نبوآت وقتها كان خير عدميانها ربي ازاي عام انت بتقول فما شاء الله الراجل كان نوصل لمستوى ربنا اللي يعلم بيبع عنده بصيرة بالزبط الله يبارك لك يا فعلا ربنا كان منور بصيرته ليه اسم القناة لا يربط اسمك بقى صلاة زمان كان صورتي حتى الشخصية هي اللوجو بتاع القناة وبرضو دروس اونلاين يعني من اليوم الاولاني بصراحة انا شايف ان مش عايز الموضوع ارتبط بشخصي في المقام الاول الناس ارتبط دون محتوى اكتر الحمدلله ده اللي حصل وبيتجلى جدا الناس احيانا بتغلط في اسمي تقول لي محمد افوزيل محمود افوزيل ده برضو من الحاجات المهمة لو انت بتبدأ تأسس اي حاجات بتعملها تبقى عارف انت رايح فين يعني انا دلوقتي عايز ادروس اونلاين تبقى امبريلا حط تحتها اي حاجة ممكن اعمل تي شيرت ممكن اعمل كورس ممكن اعمل اي برو دكت تاني هيبقى تحت البراند ده غير لما اعمل براند مربوط باسمي بس صح وكمان في فرصة ان لو حد عايز بعد كده لو حابب يطور القناة وحد يوتيوبر تاني يجي يقدم محتوى على دروس اونلاين على الموضوع صح يبقى في التراك ده يعني ده بيحميك من العجب بالنفس كمان يا بو زيت هو ايه بالزبط احنا ثريبا ده التعايي ده جي متأخر ممكن كنا نتكلم عن حاجة احنا كنا بنتكلم عنها عن موضوع فعلا الهالس شوية انه مثلا تشارك مع الناس الحاجات الطريفة اللي بتحصل الواحد حاجات السخيفة اللي بتبينك شخص يعني انسان يعيش ويتعايش ايه افضل الدراسة اعمل فريلانس خلص الدراسة واشتغل فريلانس يعني ما ينفعش ما ينفعش انك تقول خلاص انت بتدرس مش عشان المعرفة يا صاحبي انت بتدرس في النهاية المطاف عشان تاخد شهادة بس تمام تمنا ان احنا نكون لو عرفت يا اخوة تاخد الشهادة من غير ما تروحوا الكلية وتروح على الامتحانات اعمل كده ايه انت كنت سبب ايه اه مش شطار التعليق والله سواء كان تحت خلاصة اه 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 من اه قناة الخلاصة على فكرة انت كنت سبب اعرف سهاي بعرف الموشن واشترك في دوراته ويه خد منه نسبة كمان استخده ايه المنو ايه المينوكسيدين للقرعة دي والحق اي بدل ما انت عمالت بقولك ايه ايه هو ياخد من النسبة اونا اخد منك نسبة الاول تعال بس الله صحي سدق وتامين بالله انا مستخدم من مينوكسيدين اجاب اقول لها اعملت تحسس على القرعة بتاع يا عم والله انبيتت حلوة يعني وبعدان يا عم عادي يعني سيدنا عمر كان اقرح عادي يعني هو عمسان ايه لما لما يلاقي ان خلاص الموضوع غصب عنه فحاول يفتاخد به نفسك تقعد مع مين يا بو زيت تتكلم معاه كده وانت اللي تسأله ما حنا بنعمل كده بالفعل في البودكاست والله ناس كثيرة جدا يعني الراجل بتاع قناة أنا حر شوانس أحمد دكتور إياد عبدالله العلاوي ناس كثيرة قوي والله الواحد نفسه يقعد ويسألهم فعلا حسيت ان انا وسط صحابي تعليقات بيعرف تعليق اللي بيطلع ده وانا ايه في النص كده باي شغط ماشي اما حاجة انا كنت شايفه تعليق طيب يعني فشكرا يا صاحبي والله ما رأيك في فيديو عن وثائقيات صح ان شاء الله نعمله انا بستفق جدا من الافلام اللي وصلت ياسر الحزيق يا سلام لو ما هو ياسر تقريبا طلع صديق عبدالله ولك عبدالله هات ياسر وتعالي جمال والله ربنا يبقى هنسيب اللايف يا جماعة ان شاء الله ما تقلوش يعني مش هيتمسح بإذن الله هنسيبه هنسيبه بإذن المولى انا اظن كده انا تعبت تتعبت انا حاسس ان انا ليس كل اصلا عظيم ولكن كل عظيم اصلا يا سلامة يا حتى تخد لها في ولا واحدة هنسيبه بأكب كده اشكوكا يا جماعة والله على الصبرت ده ويعني ان شاء الله يبقى في لايف اسبوعي مثلا لا ماتتم هنتكبرهاش مكبرهاش يعني لبت إن شاء الله إن شاء الله وبإذن الله هنحاول يكون في لايف إسبوعي لا تتعطي للمنزل لا عندنا إلي من ندر ويوفي معروفة كده كل شهر مثلا ونطعلك كل إسبوعين والله أنا شايف تجربة حلوة فكرة حلوة ممكن يوفرس إسبوع كده حلو أنا حبيت أنا طبعا طلع عيني على مصبت السيطة بتاع اللايف بصراحة بس الحمد لله اشتغل بإذن الله يعني هنحاول نلتزم بها إن كنت لقيني تويتش ستريمر كمان شوي يعني في الليفل بقى الستريمينج تويتش بس مش عامل قناة ستريمينج خالص فكرة على فكرة تويتش بيدي مميزات في الستريمينج رهيبة والله ممكن بقى نشوف الموضوع ده بس الموضوع شنوه مشهور عندنا تويتش ده وممكن تطلع بي على يوتيوب كمان الوها multiple at the same time يعني لا تحنا كده ممكن نكبر الموضوع ممكن نعملها بال ايتم سويتش اللي هي زي بتاع القنوات بقى كده مرايك بالديمقراطية ريلي شكرا طيب يا عم أنا حابب بس اقول حاجة الناس اللي عملتك تبت تعليقات حلوة شكرا واحنا بنحبك والكلام دي الناس دي الناس دي فوق راس فوق الراس دول بس اربع عيارات يعني مش تجاول ومنكتر الحب فكده اربع عيارات يا جماعة والله يعني شكرا وكل واحد انت تشبه اندرو تيت شكرا يا صاحبي شايف دي دي ماتح واللذم يعني بس شكرا لك على كل حال واخونا اندرو دلوقت يعني بقى مسلم يعني ربنا يثبته وربنا يعزه يعني ويفرج عنه عشان مسجون بعين فشكرا لأي حد كتب تعليق كويس وشكرا لكل الناس اللي حضرت معنا وان كنا مش عارفين فعلا نجاوب على كل الاسئلة ولكن بإذن الله هنحاول نطلع لايفز كتير واسف لو الحركة دي دايقته كتير مش عارف لي انا بقى عمل الحركة دي كتيرين اليوم عارف بس يعني توطر اول لايف بقى بعد انقطاعها يعني على بس ما نخش في الفورما كده بتلاقيني طالع بتلات كاميرات واحدة من هنا واحدة من هنا واحدة من هنا ممكن بقى تاخدوا ان اخد سيلفي طالعهم بويلك وكده اخدوا سيلفي معنا مع اللايف ومنشنونا على الانستجرام هتبقى حركة صائعة اوه عشان نعرف الناس اللي احنا بتطلعنا على الانستجرام منشنونا على الانستجرام انا وبوزد في الستوري يلا سلام عليكم حسوا الحاجة صعبة؟ لا نشوفكم على خير ان شاء الله سلام عليكم اند ستريم اوكي اند هلا والله اوكي اند